فصل سياسي وأمني جديد فتحته المواجهة بين حكومة الكاظم وقيادات ميليشيا الحجد وتحديدا تلك الحليفة لطهران تسبب بانقسام واضح بين القوى الشيعية ما بين مؤيد للحكومة وقراراتها وفريق مدعوم بالسلاح مناوئ لها ويسعى إلى كسر قراراتها وفرض أشبه ما تكون بحصانة للميليشيات تمنع محاسبة قادتها وعناصرها لم تكن هذه المواجهة هي الأولى بين الكاظم والميليشيات فقد سبقها عدة مواجهات وتوترات منذ الأسابيع الأولى لتوليه رئاسة الحكومة مطلع أيار من العام الماضي انتهت بمجملها بارضوخ الحكومة لتصعيد الميليشيات لكن الأزمة الأخيرة التي نجمت عن اعتقال القيادي في ميليشيا الحجد قاسم مصلح وما تبعه من انتشار للميليشيا في محيط المنطقة الخضراء أسفر عن مواقف متباينة تؤشر على حدة الانقسام كتلك التصريحات الرافضة التي أصدرها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس الوزراء الأسبق حيدر لعبادي في مقابل تصريحات مؤيدة كالبيان شديد اللهجة الذي أصدره زعيم ميليشيا بدرهاد العامري وحذر فيه الكاظمي مما وصفه محاولة لكسر هيبة الحجد ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن قيادات شيعية بارزة قولها إن حالة ارتباك وتقاطع في المواقف تحدث للمرة الأولى بين قادة الميليشيات بشأن حادثة اعتقال مصلح وصلت إلى درجة تبادل الاتهامات بأن يؤدي الاستعراض في المنطقة الخضراء إلى تفكك منظومة الحجد ويرى مراقبون أن المواجهات الأخيرة أثبتت عدم صحة ما روج له سياسيا من أن ميليشيا الحجد جزء من المنظومة الأمنية واعتبر عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنغالي أن الأزمة كشفت وجود تمرد واضح ومعلن لهذه الفصائل على الدولة والقانون بينما يؤكد القيادي في تيار الحكم رحيم العبودي أن الأحداث الأمنية الأخيرة بيّنت عدم سيطرة الحكومة على زمام الأمور ما يعني أن الصدامة المسلحة بات أمرا غير مستبعد خصوصا في ظل الصراع الآخر المتعلق بإجراء الانتخابات المبكرة